ويك ار اتش بوصدف يعني عندنا فاصيلة بوصدف ولكن ضعيف بروح عليها الانواع المختلفة من الدي طيب كل الانواع دية بنشوف فيها ويك اجلوتينيشن وساعات ما يكونش فيه اجلوتينيشن خالص مع الانتي دي العادي لاحية من استخدامه وبالتالي محتاجين عامل مساعد العامل المساعد ده انتي جلوبلين تست اسباب الويك ار اتش بوصدف عندنا في ويك دي انتجن بنو عليها دي يو سبب تاني اسمه بارشال دي سبب التالت سي ترانس طب بالنسبة للويك دي انتجن اللي هو دي يو ده عبارة عن ايه عبارة عن الجين ضعيف ويك دي جين وبالتالي ويك انتجن نوري اكشن مع الانتي دي العادي بايدايرت اجلوتونيشن يبقى بالتالي لو اعتمدنا بس كده على الانتي دي هنطلع نتيجة غلط مستايت هنطلعها نيجاتيف يبون عليها فولس نيجاتيف خطأ طب عشان ما نطلعش نتيجة غلط اي حدا تطلع معايا نيجاتيف بالانتي دي العادي لازم اعملها انتي جروبلين تست عشان يبقى التوشيز بتاعي اكيد مية في المية بعد كده طيب السبب الثاني للويك ار اتش بوستف هو بارشال دي الدي جين اندر جو دي ان اي ديليشن او بوينت ميوتيشن حتى منه تشالت او حتى منه حصلها الطفرة نتيجة لكده يبقى فيه ميسنك ساب يونت من الدي انتجن يبقى بنوع عليه بارشال دي فقط جزء من الانتيجن الانتيجن الكامل مش موجود جزء مفقود لضعيف برضه فاصيلة ضعيفة طيب السبب الثالث لضعف الار اتش هو سي ترانس احنا عارفين ان فيه تو كرومزوم لو لقينا على كروموزوم دي كابتل على كروموزوم سونا يشايفين كده والسي كابتل على كروموزوم سي كابيتل دي تضع في الدي كابيتل براغم ووجود الدي كابيتل يقضي الى ويك دي فينو تايب